السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم النهاردة على سلف و المستخلصات بتاعة مولين والبادر دلوقتي انا لو عندي مقاول مقاول بتاع الشبكات المقاول ده محتاج ان انا اعمله مستخلص مثلا كل شهر طيب ازاي اعمله المستخلصة رقم واحد هو ممكن ياخد المستخلص بتاع العمل بتاعها ممكن اعمله مثلا كل شهر او كل شهر ونص او كل شهرين او كل المدة متفق عليها الفكرة ان انا ممكن احتاج اعمله سلف اسبوعية طيب انا نشوف الاول سلف و باعدى كدة همينشوف المستخلصات السلف هي عبارة عن مستخلصات و لكن هي بتبقى كل نسبة صرف قليلة هي عبارة عن مستخلص برضو و لكن هادي له مستخلص بس كل مجمهة ثلف حاديله مستخلص السلف اللى هو أخادها قبل كدة تمام اول حاجه عندنا لازب نشط هنا اسم المشروع و البعض المقاول اللي هو المقاول الباطر وبعد كدة عندنا الموقف المالي او الحلفве رقم كازل بداوق دى اول الحلف هنعملها اي sticky объ re 1 على واحد. واحد هو رقم السلفة. واحد ده رقم اول مستخلص هياخده سلفة منه قبل ما يأمل مستخلص. بعد كده عندنا مدة الاعمال الفترة من كذا لكذا. تاريخ من كذا لكذا. بعد كده عندنا الاعمال مثلا هذه الاعمال الشبكات. طيب عندنا اول حاجة هنا هنا المسلسل. بعد كده البند. مثلا مع tribe 200. مع他们 250. 35U. مطابق. طيب. هنا بعد كده بعد البند عندنا الواحدة بالمتر الطولي او بالعدد لو للمطابق. بعد كده سعر الواحدة السعر بتاع كل من البنوت دي. وبعد كده عندنا خانة الكميات. هيبقى فيها سابق وحالي واجمالي زيها زيها مستخف. طيب اول سلفة السابق بتاع هيبقى صفر بالنسبة للبنوت. وبعد كده الحالي ولكن هو عمل هنا مية متر. وعمل هنا مية وخمسين. وهنا مية. وهنا عمل مسلا خمسة ودول عشر مطار. خمسة ودول عشر مطار. دي الكميات بتاعته الحالية. الخانة اللي بعدها الاجمالي هي السابق زائد الحالي. بعد كده دي ان القيمه الاجمالي الفلوس. الفلوس عبارة عن هي عبارة عن الاجمالي ككمية مضروف في سعر الوحد. بعد كده عمدان عن نسبة الصرف. نسبة الصرف بقى. لو انا بتكلم في مستخلص هحطوله النسب. قالبا ما هتكون اعلى من نسب السلفة. لا ان السلفة مثلا هحطوله مسلا هو بشتغل اسبوعي فهحطوله مسلا خمسين في المائة. له كل بند من البنوت دي. طيب بعد كده مستحق صرفه هو عبارة عن نسبة الصرف مضروبة في القيمة الإجمالية ومش هياخد فلوسه كلها مش هياخد فلوس بتاعت البند كله وياخد خمسين في المية منه بس بعد كده عندنا تحت هنا خانة إجمالي خانة الإجمالي دي هتجمع المستحق صرفه بتاع البنوت كلها بعد كده في خانة خصومات سواء الماول ده تعمل عليه خصف او انا وردت له مواد معينة فأخصم عليه هنا حاجة المفروض هي متسعرة من ضمن البند وانا وردت له مثلا زي الأسمنت فهحطها خصم هنا في الخصومات بعد كده عندنا خانة ما سبق صرفه الفلوس اللي اخده قبل كده وما اخدش فلوس فخلاص دي صف والخصومات صف في الحالة دي يبقى المستحق صرفه يساوي الإجمالي مطروح منه الخصومات وما سبق صرفه طيب دي أول سلفة ما فياش أي مشكلة لو هعمل تاني سلفة هناخد كوبي من دي وتبقى دي السلفة رقم اتنين على واحد هنا هناخد كل ما هو محطوط في الإجمالي احطه في السابق وبعد كده اصفر الحالة قبل ما اعمل أي حاجة اخد الإجمالي احط هنا 100 الإجمالي دي بقى سابق 100 وحط الحالة بتاعه صرفه بعد كده هنا البند ده كان بقى السابق بتاعه 150 وحط الحالة صرفه خد بالك انا باخد نفس الكلام لبقى البنوة هتلاقيه نفس الرقم بتاع السلفة اللي قبلها لان انا ما عملتش أي حاجة انا بس كل اللي عملته ان انا خليت اللي كان اجمالي خليته سابق وحاليا ابدأ احط الكميات الجديدة هنقول مثلا ان اشغال على 250 فعمل 200 وعمل مثلا هنا 4 مطابق وده 3 مطابق تمام هنا نسبة القيمة الإجمالية هتساوي الإجمالي اللي هو جامع السابق زي دي الحالي تمام بعد كده نضربت في سعر الوحدة الدتني القيمة الإجمالية وبعد كده نضربت في نسبة الصرف الدتني المستحق صرفه وهنا الإجمالي جاب المستحق صرفه جمعه كله طيب هنا هنلاقي المستحق صرفه بتاعه بقى 568 و500 هل الرقم ده كده مظبوط لا أنا كده جمعت له المستحق صرفه ده جاي من الكمية الإجمالية وهو قبل كده سبق وأخد فلوس فأنا ما ينفعشي أن أنا أدي له الرقم ده لازم أخصم الفلوس اللي هو أخدها قبل كده عشان يديني مستحق صرفه مظبوط طيب الفلوس اللي أخدها قبل كده اللي هي المستحق صرفه بتاع السلفة اللي قبل كده اللي هو 375 ألف فحط هنا فيه ما سبق صرفه اللي هو 375 ألف فبالتالي يطلع لي المستحق صرفه بتاع السلفة دي طيب هو مثلا عمل ادي السلفة رقم واحد وعمل السلفة رقم اثنين وعايز اعمله مستخلص بنسبة عادة من كم فاروح على المستخلص اولا نفس البيانات كل حاجة الفكرة انها هحط هنا ان ده بقى مستخلص رقم واحد وحط المدة العمال هتبقى مدة العمال منين؟ من الفترة من اللي هي بداية اول سلفة الى نهاية اخر سلفة او نهاية التاريخ اللي هتعمل فيه المستخلص وهنا هحط الاعمال واسم المشروع والمؤاد طيب البنود اللي هحطها في المستخلص هي نفس البنود اللي هتبقى في اخر سلفة لان اخد بالك انا ممكن نكون في سلفة واحد كان عندي خمس بنود في السلفة رقم اثنين جت زاودت بند كمان اخدت مثلا بند زيادة وحطيته هنا بقى بند رقم ست فبالتالي لازم البنود اللي تبقى في المستخلص هي البنود اللي كانت في اخر سلفة انت عملتها طيب قدي البنود وقدي الوحدة بدي سعر الواحد. طيب الكميات هو ده اول مستخلص يبقى السبب بتاعه كله صفر. لو انت هتعمل له المستخلص على كميات اخر صلفة خلاص اخد كميات اخر صلفة واخطها له هنا في الحقل. طيب لكن لو انا مش هشتغل على كمية اخر صلفة هو بعد اخر صلفة عمل شغل زيادة. فبالتالي هاخد الشغل الاجمالي الشغل الاجمالي في كل بند وحطه له من هنا من جديد. يعني مثلا على سبيل مثلا هو في المواصل الميتين عمل مية بس خلاص احط له مية. في الميتين وخمسين كان اخر حاجة عمله تلتمائة وخمسين لكن هو راجع زيادة شغله بعد السلفة الاخيرة مثلا خمسين متر فخاص احط له ربعمية. وهكذا الباقي البنط. طيب مثلا دي مية ده خمسة ده مثلا خمستاشم. طيب نسب الصرف احط له نسب الصرف بتاعته اديه. مثلا انا شغال ان انا هتديله في الفرعات مثلا خمسة وتمانين نسبة صرف وفي المطابع هتديله عليه وثمانين. طيب. نفس الكلام عبارة عن الاجمالي مضروف في سعر الوحدة. وبالنسبة لمستحق صرفه هو قيمة الاجمالية للفلوس مضروبة في نسبة الصرف. طيب طالع له تسعمية ويهتسين الف ده الفلوس الاجمالية بتاعت كلها طالعت هنا تسعمية ويهتسنين الف هيصرف منهم الفلوس اللي هم تسعمية ويهتسين الف مخصوم منهم اللي اخده فى السلف قابل كده. فبالتالي انا هحتاج ملخص يجمع لي السلف او اروح علي اخر سلفه اللي يضح على اخر عليه السلفة اللي قبلها ہے冷 heart rate ال� peine عند اللي اخدم سلفر سلف رقم 1 والسلفر اذي صرف وبعد ذلك اجمع دول كل الفلوس اللي اخذها من السلف السابقة لغاية المستخلص فيطلع الرقم 679 ألف فروح أحطه هنا فيما سبق صرفه 679 فيما سبق صرفه 679 ألف فيديني المستحق صرفه تمام للمستخلص ده طيب أنا جيت زودت بعد كده هبدأ أعمل مستخلص جديد طيب المستخلص الجديد ده ممكن أشتغل على نفس المستخلص القديم وأزوده بنود لو هو هزود بنود جديدة هزود البنود واشتغلها الكميات وأخذ الكميات الإجمالي ده الأول أحطها سابق وأحط الحالي بصفر وبعد كده أرجح زود الحالي أحط الكميات الجديدة أو لو أنا هكمل بنظام السلف فأنا هحتاجي أن أنا أعمل سلف من جديد السلف اللي هعملها من جديد ده هتبقى ترقيمها مش على واحد يعني مثلا السلفة دي هبدأ أنا هنا سلف جديد بعد المستخلص رقم واحد هيا هنا السلف بتاعتي هتبقى سلفة و 2 على 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX طيب هنا لما اجي عند ما سبق صرفه مش هحطله حاجة لان انا هشغل السلف دي زي ما عملت في السلف الاولانية هشغلها لوحدة وبعد كده بعد ما اجي عند اه اجي اعمل له مستخلص رخم اتنين هاخد اخر سلفة وليكن هي السلفة دي دي اخر سلفة بعد مستخلص واحد هاخد الكميات بتاعتها وزودها على المستخلص رخم واحد وهحط هنا في ما سبق صرفه هيبقى اللي اخده في مستخلص واحد زي اجمال اللي اخدوا في السلف اللي هي اتعملت جديدة. مش السلف الاولاني. يعني عندي السلفة واحد على واحد واثنين على واحد. خلصنا منه. بعد كده عندي مجموعة سلف تانية اللي هي واحد على اتنين. واثنين على اتنين. مجموعة السلف دي السلف الجديدة دي. اللي هي عبارة عن السلف اللي هو اخدها بعد كده. بعد مستخلص واحد. اللي هي واحد على اتنين. و 2 على 2 مثلا دي كانت بـ 50 ألف و دي بـ 40 ألف مجموع السلفتين دون الفلوس اللي أخدها في السلفتين بعد المستخلص رقم 1 هاخدهم و اجمعهم على ما استحق صرفه في المستخلص رقم 1 وحطهم في مستخلص 2 يبقى ده كل الفلوس اللي هو أخدها بقى ما سبق صرفه تمام طيب لو أنا مش شغال بنظام السورة فاشتغل مستخلصات بس هيبقى عندي ده مستخلص رقم 1 حطله في البنوت بتاع طوله كميات وهيبقى السابق صفر والحالية الكمية الموجودة عندنا واحط له نسبة الصرف بتاعات كل بند وبعد كده هجمع الفلوس وفي مستخلص واحد مش هيبقى صرف حاجة قبل كده واحط له خصومات مثلا كان علي مية وعشرين الف خصومات طيب لما اجي اعمل مستخلص 2 هاخد كوبة من مستخلص 1 واحط له الكميات دي الكميات الحالية دي هحطها له بسابقة وامسك الكميات الحالية دي هخلى كلها صفر بعد ما احط اصف هحط الكميات الجديدة وليكن عنده في الكمية دي خمسين وفي الكمية دي اربعة طيب انا كده المستحق صرفه ده الاول اجمالي القيمة الاجمالية بعد الضرب في نسبة الصرف ودي الخصومات ولكن الخصومات بتاعتي زاد عن مية وعشرين الف زاد عليها اربعين الف كمان فخلاص بقى مية وستين الف طيب ما سبق صرفه اللي هو مين اللي هو مستخلص واحد احطه له هنا ده ما سبق صرفه في مستخلص واحد يبقى ده المستحق صرفه في مستخلص اتنين طيب في مستخلص ثلاثة هيبقى ما سبق صرفه هو المستحق صرفه في مستخلص اتنين وفي مستخلص واحد وهكذا الغاية ما اعمل له المستخلص الختام وبرضو لازم ايبقى عندي ملخصات عامل فيه اعمل ملخصات لارقام السلف ملخصات لارقام المستخلصات والمستخلصات صرفه بتاع كل سلفة وكل مستخلص